تحياتي يا أصدقائي المستحيل ما نموجود بعالم كرة القدم وبالتالي من الممكن أن نقدم نتيجة إيجابية مع المنتخب الياباني لكن كيف؟ سنشوف سوا بهذا الفيديو يا حبايا بالقلب الكلب يعرف أن يوم الثلاثة مباراتنا مع المنتخب الياباني بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا مع المنتخب الياباني اللي هو واحد من أهم المنتخبات بالقارة الآسيوية المنتخب الياباني اللي قدر يربح على ألمانيا 4-0 ويقيل مدرب الألمانيا على إثر هذه الخسارة حينزي فليك أيضا ربح على تركيا بالأربعة وربح على أندنيسيا أيضا نتيجة كبيرة وبالتالي منتخب اليابان عامل رعب بالقارة الآسيوية بالفيديو بالأمس تكلمت عن الحالة النفسية والحالة المعنوية للمنتخب الوطني السوري وكيف لازم تكون قبل هذه المباراة وأنه ليش نحن لازم نآمن بحظوظنا وبإمكانياتنا لتحقيق نتيجة إيجابية الكل اللي بيعرف الفوارق الفنية بين المنتخبين منتخب اليابان يمتلك أسلحة هجومية عديدة يلعب بطريقة هجومية يلعب بتيكي تاكا كرات قصيرة ويصل إلى المرمى بطريقة جميلة جدا من الأجنحة بالعمق ويسجل أهداف ومنتخب الياباني عزب ألمانيا عزب تركيا عزب كبرى المنتخبات العالمية والآسيوية لكن أنا ليش يعني عندي تفاؤل بمنتخب سوريا أو أنه على الورق صحيح منتخب اليابان أفضل بكثير منتخب سوريا لكن إحنا قادرين نعمل نتيجة إيجابية لأنه المدرب الأرجنتيني لمنتخبنا هكتر كوبر يتميز بطريقة الدفاعية لما كان مع إنتر ميلان لما كان مع فالانسيا لما لعب مع مصر كل الأندي والمنتخبات اللي دربها بلعب بطريقة دفاعية وهو يعشق أن يلعب ضد الأندي أو المنتخبات اللي تلعب بطريقة هجومية ليش؟ لأنه لما تلعب أنت مع فريقي بلعب مندفع هجوميا وبيلعب بطريقة هجومية فهو حي ترك لك المساحات ورا وأنت هذا الشيء مفروض تتفضله بالهجمات المرتدة لحتى تقدر تصنع الفريق وتسجل هدف من كرة مرتدة شو لازم نعمل نحن بمباراة المنتخب الياباني؟ ببساطة لازم نعمل يعني بتذكر مباراة سوريا وإيران بتصفيات مونديال روسيا 2018 ومباراة الأيام ورات الذهاب اللعبناها بماليزيا عقدناهن كرهناهن كرة القدم هيك لازم نلعب مع اليابان لازم نكرهن كرة القدم لازم تلعب بمصطلح يسمى بين قوسين الكلاحة الكروية أو لازم تكون يعني بالمصطلح الإنجليزي لهذا الموضوع تعمل كرة قدم بشعة بدك لعب كرة القدم بشعة بهي المباراة لحتى تقدر تطلع المنتخب الياباني عن طول بدك تدافع وبدك تآمن بقدراتك وبدك تركز مية بالمية تركيز اللاعبين لازم يكون مية بالمية بهي المباراة لازم اللاعب لما ينزل على أرض الملعب ما يكون خايف هذا الشي اللي حكيت عنه مباراة بالتصريحات من بعض خالفني انه نحن لا حكوا واقعي لا يا أخي حكوا واقعي أوكي نحن بنعرف فسأني كلاعبين ما لازم يحكوا أبدا لازم يآمنوا بقدراتهم ليحقوا فنتيجة إيجابية ما أنت إذا بتفوت خايف على مباراة اليابان ومنهزم نفسيا فعمليا حتطلق هزيمة قاسية وبالتالي لازم نحن كسوريين كمنتخب سوريا نآمن أنه نحن عنا قدرات عنا عمر السومة أسطورتنا يلي منحبه الهداف التاريخي لفريق الأهلي السعودي سابقا الآن عامل العمايل مع فريق العربي الخطري عنا عمر خريبين يلي بالإمارات يعني أيضا أجواء عامل شي مرتب المواس عمار رمضان عنا الحلاء صحيح في بعض لعبين نازل مستوىهم لكن لازم يآمنوا بقدراتهم ويعني أيضا اللاعبين المميزين يبينوا بالمباريات الكبيرة أنت تعال لعب مع مينامار ولعب مع فرق صف رابع وصف خامس بآسيا هتسجل أربعة وخمسة لكن بالمباريات الكبيرة هاي في عنا نحن تاريخ يعني نتذكر بتصفيات مونديال روسيا نرجع لهاي الحقبة لأنه أنت لازم تلعب بنفس الطريقة لحتى تقدر تواجه هاي المتخبات الكبيرة لازم تدافع لازم تضرب لازم يعني تكره الفريق كرة القدم اللي عم بلعب ضدك تعتمد على الهجمات المرتدة تعتمد بطريقة تكون كثير زكية لأنه أيضا المنتخب الياباني دفاعه جيد ما نوسيء لكن المساحات اللي بيتركها بالخلف هي هون بقى شغل الأرجنتيني هكتور كوبار يعني كثير المنتخبات وعديد المنتخبات اللي اللي لعبت بطريقة دفاعية وقدرت تحرز هدف تسرق هدف تفاصيل صغيرة ممكن تغير مجرم المباراة يعني ممكن ضربة جزاء لمنتخب سوريا وحالة طرد لمنتخب الياباني تقلب المباراة يعني تسرق هدف وتدافع 90 دقيقة تركونا الباص يعني وهذا الشي اللي اللي رح يصير لمباردنا مع المنتخب الياباني يعني اللي ناطر يشوف كرة جميلة لمنتخب سوريا وإنه حنلعب لا 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 ما لازم هذا الشي أبدا نصير مع المنتخب اليابان لازم تستمتع بالدفاع كيف أتاتيكو مدريد مع دياغو سيميوني يعني أنا من الناس يلي استمتع بالطريقة الدفاعية مثل ما يستمتع بالطريقة الهجومية دياغو سيميوني مع أتاتيكو مدريد من كتر معنى كلح وسائل وغليز بالطريقة الدفاعية يعني بيخليك تستمتع إنه شوها القدرات وهذا الموضوع معنى سهل يعني يلي بيفكر إنه أنت والله إذا حط لعبت خمسة دفاع وأربعة وسط ومهاجم وأنه أنت هيك لا موضوع الدفاع بدك تضيق المساحات بدك تكون مركز التسعين دقيقة أي هفو بتاكل هدف أي هفو أي غلطة أي مساحة بتتركها ممكن تاكل هدف وبالتالي التركيز لازم يكونوا كتير مهم إنك تآمن بقدراتك كلاعب لمنتخب سوريا كتير مهم إنك تفرح الشعب السوري الشعب السوري بسوريا بكل أنحاء العالم يلي ناطر بس إنه هذا المنتخب يفرحوا آمنوا بهذه القدرات بتعلموا نتيجة إيجابية قاتلوا على أرض ملعب يعني أنا أستغرب إنه يعني في شي أحيانا تصفن هيك بيني بين حالين لما تشوفوا مباريات المنتخب إنه أحيانا في لعب عم يتمشى لعب باح حالك على أرض ملعب تسعين دقيقة تقول حالك العاب بمشاعر الجمهور العاب بمشاعر فكر بمشاعر الجمهور ولا توقف لا تخاف من الإصابات الجمهور حيرفعك للسماء لا تخاف لا تخافه لا تخافه مصطلح الخوف نسو نحنا إذا أنتم فهايتين على مباراة المنتخب اليابان والأفضلية المنتخب اليابان كلي بيعرف ومنتخب اليابان على الورق هو أفضل من المنتخب السوري الكل inside الكل بيعرف لكن في عندك انت الروح والاصرار بجواتك بتخلي منك يطلع لعدان كلنا نمذكر مباراتنا مع تونس بكأس العرب هي طفرة وأنا أؤمن أن كرة القدم السورية مبنية على الطفرات يعني نحن معنا استراتيجية يعني نحن ما في شيء يبنى بكرة القدم السورية نحن نعمل مبارات حلوة بعدين منلعب أربع خمسة سيئين منعمل مبارات حلوة نعمل يعني هيك هيك منلعب نحن فممكن تعمل مبارات كبيرة مثل ما عملت مع منتخب تونس أنت شا عملت مع منتخب تونس تفاصيل كرة القدم أو تفاصيل هاي المبارات لعبة تصارحة قولي فرقسكو قطع الكرة سدد الكرة خطأ من حارس مرمى تونس هدف أول ممكن هيك سير معلمة سكرنا وراء ولعبنا دفاعوا قتلوا ضربوا خبط بالنهاية الشوت أولا انطرد لعب لمنتخب تونس لعبه بالشوت الثاني بعشر لعبة محمد عنز بالشوت الثاني سدد تزديد إذا بعيدها ألف مره ما بتجي بنفس الطريقة اللي اجي بمرمى تونس هاي هي هي وبالتالي كنت القدم لما تأمن بقدراتك وتلعب على أنه أنت فيك تعمل نتيجة إيجابية أمام المنتخب الياباني بتعمل نتيجة إيجابية على كل حال الأصدقاء كتير مهمة آراءكم بهذا الفيديو أكيد تعليقاتكم لحتى وأيضا الشي اللي عم تشوفوا إيجابيهم كان سلبي أنا مع كل الآراء يعني اللي عجبوا الفيديو يعلق أنه أنا عجبني اللي ما عجبوا يعلق كمان أنا معكم وبالنهاية كلنا وراء المنتخب والاختلاف لا يفسد في الود قضية وبالتالي أنا كل ما أتمناه وكل ما أطلبه من لاعبي وأكادر منتخب سوريا لا تخافوا وركزوا وآمنوا بقدراتكم وعملوا اللي عليكم وقتلوا حالكم بأرضية ملعب لك حتى لو خسرنا حتى لو خسرنا بهاي المباراة وهذا الشي كتير يعني هو المتوقع بس لما تكونوا عم تقاتلوا لآخر نفسوا عم تتبحوا حالكم بأرض ملعب الجمهور حيصفق لكم بعد مباراة هذا الشي اللي نحن نطلبه منكم كسوريين بالنهاية أصدقائي يلي معنوا مشترك ينزل يشترك به القناة لحتى دائما أبقى لتواصل معكم وكل توفيق لانسور قاسيون بكرا إن شاء الله بنفس التوقيت هنزل توقعاتي لتشكيلة منتخب سوريا باي باي اشتركوا في القناة